اجتمع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان بسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وتم خلال الاجتماع بحث أطر التعاون المشترك بينهما بما في ذلك وضع أليات لمتابعة وتنفيذ برنامج فرص الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والذي سيتم من خلاله تقديم منح وفرص تدريبية لتنمية الكوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم وصقلها لإدماجهم في سوق العمل وقيادة ريادة الأعمال وفي هذا السياق أشاد حميدان بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة واهتمامه بقطاع الشباب ليكون الركيزة الأساسية في مسيرة تنمية ونهضة البحرين مؤكدا أن هذه المبادرة تشكل إضافة نوعية تسهم في تسريع إدماج الشباب البحريني في سوق العمل وذلك من خلال تعزيز فرص التدريب النوعية لهم وإكسابهم المهارات والخبرات المهنية اللازمة لافتن إلى أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالقطاعات الشبابية لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الحكومة بجعل المواطن محور التنمية الشاملة والخيار الأفضل عند التوظيف في القطاعات النوعية من جانبه عرب وزير شؤون الشباب والرياضة عن تقديره للجهود التي تبدلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل إنجاح برنامج فرص وتسخير إمكانياتها للوصول إلى الأهداف النبيلة المرجوة من البرنامج والرامية إلى تقديم فرص تدريبية للشباب البحريني في الشركات والمؤسسات وتنمية قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز مهاراتهم وزيادة حجم كفاءة الشباب وتهيئتهم للدخول إلى سوق العمل بكل قوة وخبرة وقيادة ريادة الأعمال ناقشنا التفاصيل التنفيذية المتعلقة بالمبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد حول موضوع فرص الفرص هو إتاحة فرص متطورة بتكنولوجيا عالية للشباب بحيث أن تقدمها مجموعة من الشركات العالمية أو المحلية واتفقنا على آليات تفعيل وتنفيذ وإنجاح هذه المبادرة من خلال اختيار الشباب المؤهلين القادرين على الاندماج والاستفادة من هذه المبادرة وتنمية التعاون بين الجهتين بشكل عملي من حيث الربط الإلكتروني من حيث ترشيح الأشخاص من حيث توفير الحوافز لإن شاء الله لجعل هذه المبادرة تصب في تنمية الموارد البشرية الحقيقية في مملكة البحرين اللي شفنا من الاجتماع اليوم هو أبهرنا بالعمل التكنولوجي والعمل المهني عند وزارة العمل يعني اللي احنا كنا نطمح له أن يكون عندنا سجلات كافية اللي تشمل كل الفرص وتشمل طالبي الفرص واحتياجاتهم وحلاتهم وغيرها وطلع عندنا وزارة العمل يزاهم الله خير في الفترة الأخيرة قطع وشوط اللي ما توقعناه فسهلوا دربنا وسهلوا الوصول إلى الشباب طبعا نحن في زياراتنا في الدول الثانية دائما يتكلمون أهما ودائما يسألوننا عن فريق البحرين دائما يسألوننا عن مبادرة سمو ولي العهد بالنسبة لفريق البحرين وكيف تم تجسيدها وكيف يعني كيف يتم تأكيد التعاون بين الجهات فهذه درس من وجهة نظري البسيطة المفروض يعلمونه في الدول الثانية أنه كيف الجهات والمؤسسات الحكومية تتعاون مع بعض اشتركوا في القناة